السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي تاني عديدي عمي ايه وحشتني جدا جدا يارب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض محافظة دميات رقم 12 وابل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس في كله عشان يوصلكوا كل جديد بأمر اللي نسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أولا الجغرافية أمام خريطة للوطن العربي أكتب مدلو الأرقام التي عليها تعالى أبطال نشوف مع بعض الأرقام على الخريطة بتشير إليه رقم 1 أولى الدول العربية في إنتاج الموالح هي دولة مين دولة فلسطين 2 من الدولة الرئيسية للإنتاج الزراع والحيواني هي دولة السودان رقم 3 أولى الدول العربية في إنتاج الحديد هي دولة موريتانيا أولى الدول العربية في إنتاج النحاس رقم 4 هتبقى دولة المغرب رقم B ما المقصود بي محاصيل صناعية وتجارية وصدرات عربية منفل بلنا أن مفهوم الصدرات العربية دايما بيتكرر كتير مفهوم المحاصيل الصناعية والتجارية هي محاصيل تدخل في الصناعة والتجارة مثل إيه؟ مثل إيه أبطال؟ مثل القطن وقصب السكر وبنجر السكر والبن يبقى هقول إيه؟ محاصيل تدخل في الصناعة والتجارة مثل القطن وقصب السكر وبنجر السكر والبن أما مفهوم الصدرات العربية هي إيه؟ صدرات يبقى السلع والمنتجات والخدمات التي تابعها الدول الإيه العربية لدول أخرى رقم G صوب ما تحته خط تعتمد الزراعة في معظم الوطن العربي على إيه؟ الزراعة في معظم الوطن العربي أبطال بتعتمد على إيه؟ على الأمطار يدخل خام إيه في الصناعة الكيميائية اللي بيدخل في الصناعة الكيميائية هو إيه؟ الكبريد يدخل خام الكبريد في الصناعة الكيميائية رقم ثلاثة معظم الصناعة العربية من نوع الصناعات إيه؟ معظم الصناعات العربية من نوع الصناعة إيه؟ أبطال الاستخراجية وليس التحويل إيه رقم أربعة سياحة الشواطئ والسفاري من السياحة من السياحة إيه؟ الترفيهية رقم ده لما النتاجة مترتبة على زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية أدى ذلك إلى رقم 1 التبسع في النصاط الزراعي وزيادة الإنتاج 2 العمل على تحسين المنتجات الزراعية لتنافس المنتجات الزراعية من الدول الأخرى يبقى دي النتاج اللي ترتبط على زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية ما النتاج المترتبة على تشابه الإنتاج الزراعي والصناعي بين الدول العربية نخلي بالنا يا حبابي أن السؤال ده بيتقرر كتير جدا في الامتحانات تقريبا بيجي في كل امتحان فهقول إيه أدى تشابه الإنتاج في الدول العربية إلى ضعف التبادل التجاري فيما بينهم وبالتالي تزايد ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية غير عربية وممكن أزود وأقول كمان وبالتالي تأخر تحقيق التكامل العربي رقم 2 اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة القطن من المحاصيل الشتوية التي تزرع في مصر الإجابة طبعا غلط كل المحاصيل اللي موجودة عندنا محاصيل صيفية معدى محصول واحد من المحاصيل الشتوية وهو الأمح يبقى لما يقولي القطن من المحاصيل الشتوية التي تزرع في مصر يقولوا الإجابة خطأ تدخل مشتقات البترول في العديد من المنتجات مثل الألية في الصناعية الإجابة صحيحة طوافر الطبيعة الخلابة والفنادق والكرة الصحية من المقاومات البشرية للجذب الصحي نخلي بلنا يا حبيبي وما نتسرعش في الإجابة وأبص على كل كلمة في سؤال صحيحة وغلط لشان ممكن يبقى فيه تركة كده ويوقعني فيها هو قال لي إيه؟ طوافر الطبيعة الخلابة ده مقاومات إيه؟ طبيعية والفنادق والكرة الصحية مقاومات بشرية يبقى التلاتة دول من المقاومات البشرية للجذب الصحي هقول له الإجابة خطأ رقم أربعة التكامل الاقتصادي بين دول الوطن العربي يجعل منهم قوة اقتصادية كبرى في العالم الإجابة صحيحة بما تفسر حدوث ظاهرة التصحر في الوطن العربي وظاهرة التصحر من الأسئلة اللي بتتكرر كتير برضو مقاومة في الانتحانات رقم واحد بسبب تفاوت كمية المطر اثنين زحف الرمال تلاتة الرعي الجائر أربعة قطع الأشجار خمسة الإفراط في زراعة المحاصيل المجيدة للتربة بما تفسر تزايد انتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي السؤال ده برضو من الأسئلة اللي بتتكرر كتير بسبب تقدم تكنولوجيا تسهيل الغاز ونقله اثنين تزايد الطلب عليه بما تفسر للصناعة أهمية كبيرة في الوطن العربي أهمية الصناعة رقم واحد لأنها تعمل على سد حاجات السكان من المواد المختلفة اثنين زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع رقم تلاتة توفير فرص عمل للشباب بالمصانع المختلفة رقم أربعة زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الفائد للخارج رقم جيم اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين تتفوق مصر على غيرها من الدول العربية في إنتاج إيه أبطال في إنتاج الأرز أقل مصادر الطاقة غير المتجددة المستخدمة في الوطن العربي هو الفحم البترول الغازي طبيعي ده في الفترة الحالية احنا بنستخدمه بصورة أكبر يبقى أقل مصادر الطاقة غير متجددة استخداما في الوطن العربي هو الفحم من العامل البشرية اللازمة لقيام الصناعة في الوطن العربي هي السوق دول الخليج العربي غنية بإيه أبطال بمصادر الطاقة رقم دال ما مقترحاتك للنهوض بالصناعة العربية مقترحات للنهوض بالصناعة رقم واحد الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخرجين في كافة التخصصات تجنب التقرار والتشابه بين المنتجات العربية حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية رقم أربعة التجلب على المشكلة الفنية والإدارية التي تعوق التبادل التجاري العربي دي كده مقترحات للنهوض بالصناعة العربية ثانيا التاريخ رتب الأحداث التاريخية القتام من القديم إلى الحديث أقدم حدث عندي هو موجود إيه؟ تنقية المصحف رقم اتنين استلاء الفاطميين على مصر رقم تلاتة ترد الصليبيين من عكة رقم أربعة الفتح العثماني لمصر السؤال رقم بيه لمن تنسب الأعمال الآتية شيد مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس من عبد الملك ابن مرون قاد الدعوة العباسية ضد الدولة الأموية قاد الدعوة العباسية ضد الدولة الأموية ومن أبو المسلم الخرصان بنا مدينة بغداد واتخذها عاصمة لئ الخلافة العباسية مين يا حبيبي؟ هو أبو جعفر المنصور تصدى للصليبيين واسترد إمارة الرهى أول ما يقولي هو اللي استرد إمارة الرهى هو مين؟ عماد الدين زنكي عماد الدين زنكي أنشأ الدواوين في الدولة الإسلامية أول ما شوف كلمة كده أنشأ الدواوين هقول مين؟ عمر ابن الخطاب رقم 6 أنشئة في عهد الأسطول الإسلامي هو مين؟ عثمان ابن عفان ما النتائج التي ترتبت على؟ اعتراض الخليفة العباسي على تولي شجر الدر عرش مصر إيه هي النتائج التي ترتبت على؟ اعتراض الخليفة العباسي على تولي شجر الدر عرش مصر هقول إيه حبيبي؟ أدى ذلك إلى إنها تزوجت الأمير المملوكي عز الدين أيبك وتنزلت له عن الحكم وبذلك قامت دولة المملك هقول إيه؟ أدى ذلك إلى إنها تزوجت عشان إنها دي عيد على مين؟ على شجر الدر يبقى أدى ذلك إلى أنها تزوجت الأمير المملوكي عز الدين أيبك وتنزلت له عن الحكم وبذلك قامت دولة الممالك من نتائج المترجة تبع له وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دون تحديد من يخلفه أقول أي أبطال نشأت الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يعين أحد حيث ترك الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا من يتولى أمورهم من بعده ثاني أقول نشأت الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يعين أحد حيث ترك الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا من يتولى أمورهم من بعده ما النتائج المترتبة على أمانة وسماحة التجار المسلمين السؤال ده برضو من الأسئلة اللي بتتكرر كتير هي النتائج اللي ترتبت على أمانة وسماحة التجار المسلمين هقول لها طول ترتب على ذلك حاجتين اتنين رقم واحد ترتب على ذلك دخول كثير من الناس في الإسلام وازدهار التجارة في الدولة الإسلامية تاني ترتب على ذلك دخول كثير من الناس في الإسلام وبالتالي ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية اكتب ما تشير إليه كل هبارة من العبارات التالية المسجد عادة بنائه الوليد ابن عبد الملك هو إيه المسجد النبوي لقب أطلق على جنود أتوا من أوروبا لغزو العالم الإسلامي واتخذ الصليب شعارا لهم يبقى دول على طول مين الصليبيون مبلغ من المال كان يأخذ من أهل الزمة مقابل إيه حمايتهم ويعفى منه النساء والأطفال والرهبان وغير القادرين دي كده اسمه إيه الجزية مبدأ إسلامي يقوم على استشارة أهل العلم والصلاح والتقوى دي أداء إيه مبدأ الشورى رقم به دلل تاريخيا على صحة العباراتين الآياتي سقطت دولة المماليك اقتصاديا قبل سوقتها عسكريا هقولي أبطال إيه تدهورت أحوال دولة المماليك الاقتصادية بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح والذي تحولت إليه التجارة بين الشرق والغرب بدلا من المرور بمصر وبدأ كده السقوط الاقتصادي الأول رقم اتنين انتصار السلطان العثماني سليم الاول على المماليك في موقعات مرج ضابق بالشام عام 1516 وموقعات الرلدونية بمصر عام 1517 وإيه وده كده السقوط إيه السقوط العسكري يبقى ده كده اقتصاديا سقوط دولة المماليك اقتصاديا وهنا سقوطها إيه عسكريا وهنقول في الآخر وبالتالي انتهاء دولة المماليك رقم اتنين دلل انفتحت الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى هقول إيه أبطال حيث انفتحت على الحضارات الأخرى مثل الحضارة الفارسية والهندية واليونانية والرومانية فأخذت منها في الفلك والرياضيات والكيمياء والطب والأذب وأضافت إليها وطورتها لتخرج للعالم في صورة إبداعية جديدة فكانت نواة لبناء الحضارة الأوروبية الحديثة السؤال رقم جيم قارن بين معركة حطين ومعركة عين جلوت من حيث قائد المسلمين والنتائج دايما معركة حطين وعين جلوت من المعارك المهمة اللي بتيجي في كل امتحان فلازم أبقى داخل الامتحان وأنا عارف كل حاجة عن معركة حطين ومعركة عين جلوت معركة حطين يا أبطال قائد المسلمين هو صلاح الدين ضد الصلابيين يبقى قائد المسلمين في معركة حطين هو صلاح الدين ضد الصلابيين أما نتائج معركة حطين رقم واحد انتصار المسلمين على الصلابيين اثنين وقوع ملك بيت المقدس وعرنات في الأسر رقم ثلاثة التوجه إلى بيت المقدس وإيه وتخليصه من الصلابيين أما معركة عين جلود قائد المسلمين سيف الدين قطز ضد المغول قائد المسلمين في معركة عين جلود سيف الدين قطز ضد المغول أما نتائج معركة عين جلود فهي إيه انتصار المسلمين وهزيمة المغول هزيمة صاحقة حماية مصر والعالم الإسلامي من الخطر المغولي بفضل وحدة المسلمين وإيمانهم رقم دال حدد عملاً واحداً لكل من جوهر السقلي والمأمون والملك الكامل والناصر محمد ابن قلوان جوهر السقلي هقول إيه بنى عاصمة جديدة سمية القاهرة لتكون مركزاً للدولة الفاطمية بمصر وقال لي أذكر عملاً واحداً أما المأمون هقول إيه اهتم بالعلم والعلماء حيث شجع حركة الترجمة من الحضارات الأخرى الملك الكامل طرد الصليبيين من دمياط الملك الكامل عمل إيه طرد الصليبيين من دمياط الناصر محمد ابن قلوان اهتم بإقامة حضارة عمرانية لم تشهدها مصر في عهد أي سلطان من صلاطين المملك وبكده حبيبين كون انتهينا من حل محافظة دمياط أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر وأتمنى لكم مزيداً من النجاح والتفوق والفلاح ولو استفدتم الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله وألقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته